اشتركوا في القناة دكتور خالد زيزي صح طبعا ومبسوط جدا نميقودي معاك وزي ما انت قلت مصر كلها في الاستاد صحيح قولي سريعا التشكيل بتاع النهاردة ايه اهم الخطوط العريدة ني طريبا نفس التشكيل بالزبط مفيش غيابات بالسناء انه ممكن يكون عمر وردة مش موجود في التشكيل العام لكن اعتقد هو نفس الحداشر اللعيب الراجل هيبقى مقسم مباراة بشكل او باخر هيلعب بعد ثلاث نقاط من البداية اللي هو نفس التشكيل ومن خلال اللقاء ممكن يبدأ يختار تغييرات يعني المرة فاتت نزل دونجة اخر تغيير مثلا يعني شي اختار حل الدفاعي بعدنا ما تقدم بهدف لكن طول ما انت مش بتقدم بهدف هيبقى فيه دايما تغييرات هجومية لكن هو فيه سؤال ان دايما عددك قدرات الهجومية قلت شوية ما بقاش عندك يعني حلول هجومية غير كوكا واه احمد علي وده وليد سليمان هما دول تقريبا الحلول الهجومية اللي عندك برر باقي كله حلول فص الملعب وحلول ان هو في مركز الديفندر او الباكين خلينا نفكر الناس تاني حراسة المرمى محمد الشناوي باك رايد احمد المحمدي اتنين سردباك محمود علاء احمد حجازي احمد حجازي تمام دلوقتي هو في اوروبا بلعبه بواقي عادي جدا للانف لما بيحصل كسر واحمد حجازي بصراحة عارف يتحمل عن نفسه وده حاجة طبعا كويسة جدا وتحسب له واكيد القرار الطبي في القصة دي عارف يشتغل وهيعمل له الواقع وهيشتغل هيقدي يعني هو زاكي كمان هارف يتعامل جوا الملعب في الكرات العالية عشان كده الواقع مهم محمود علاء وحجازي باك ليفت ايمان اشرف اتنين دفندرز طرق حامد ونني ثلاثة تحت الفارود اللي هو عبدالله استعيد رزيجي محمد صلاح وقدام مروان محسن واثناء اللقاء بقى برضو مروان محسن تبتلعب فريق كونغو فريق خسران المباراة الفاتت فنازل اكيد طبعا شارس حاس ان هو النهاردة بالنسباله مباراة حياء وموت عنق زجاجة تبتلعب خصم شارس خصم قوي وخصمه على فكرة ابل كده عمل لك مشكلة ابل كده او كان في مباراة كاس العالم وتعود للعب في اواء ضد جماهيرك فهو يعني متمرن على الكلام ده هو اتخطف مباراة اوغان ده الناس ما كانتش راضية عن الاداء 100% في المباراة اللي فاتت المباراة دي هتختلف عايز اقولك ان في مراحل جامع النقاط الاداء معلش ممكن ما يبقاش اولوية ممكن يبقى حاجة ساكندرية حاجة ثانوية علشان دلوقتي انا اهمين النقاط دلوقتي كل مدربين الاسكية بيشتغلوا ان انا عايز ايه من كل المباراة انا النهاردة عايز اول حاجة تلات نقاط بعد كده ادور على الاداء انا لو عارفت اجيب جون والتاني وابتدت الامور تبقى فيها هدوء نفسي واستقرار انا هيفدني بيه ان انا اعمل اداء واطلع من البطولة جمهور المصري برضو هيبقى بالنسباله ان انا لو اتخرجت من البطولة لكن اعملت اداء كويس ده مش هاجبه محناز تقلق اللي بعد كده يعني احنا شفنا فرق قوية في المباراة اللي فاتت دايما في المباراة انت عندك الفرق قوية جدا لكن منتخب مصر هيضغوط كبيرة جدا الاسبوت الكبير اللي عليه انه بلعب على ملعبه انه في وسط ارضه وفوسط جماهيره فده عامل لود على اللعيبة وده يمكن انا كنت اتكلمت فيه قبل كده من حضرك ان انا قلت لك ان اتمنى ان ما يبقاش فيه ضغط على لعيبة عشان ما يبقاش فيه تصرع التصرع غازما لانه هيبقى فيه قعيب وضغوط فده ممكن تاخد شوية من المجهود البدني وتاخد شوية كمان من المجهود الفني او الناحة الجمالية في الاداء فبشكل عام ممكن هدف مبكر على فكرة يحل القصة ممكن يفتح الجيم يمكن يخلي الناس يتفرج على اداء هم كانوا متوقعين بده يشوفوا بقى حاجات صنائية او اللي هي دوتوهات موجودة سواء حاجات فردية وان تو وان ثري الحاجات دي لمناسبة الصنائيات دي انا عجبتني في المطش يعني كان في المطش في بدايات صلاح مع تريزيجي مع عبدالله السعي يعني كانت كويسة يعني في متابعة التدريبات والحاجات دي كلها هل بيتم التركيز على الحاجات دي دي اكيد موجودة انا عايز اقول حاجة ان الناس كان ممكن بتتكلم عنده بعض تحفوظات على بعض الاداء بس انا شايف ان الاداء طبيعي انه يطلع يعني كيرفو يطلع من يعني من تحت الفوق ده طبيعي اثناء البطولة دايما اثناء البطولة بيحصل لما كيرف يطلع واحدة واحدة احسن مفريقي دي كل حاجة اول مباراة وتليمش موجود بعد كده فانا شايف ان التأكيد على الصنائيات اللي انت بتتكلم عليها دي حاجة موجودة انت عبدالله السعيد مش اول مرة يلعب جامعة ريسجيه وصلاح فالحمده لان عندهم هارموني كويس وانسجان بقلو كتير موجود دخل عليهم ايمن اشرف ابتدى يبقى ليه دور محمدي ابتدى يبقى ليه دور اني لسه ما كملش وراهم مراهم محسن بيوربط معهم الطريقة لكن ممكن منقولش ان هو انت عندك ان ده الحل الامثل ولكن انت عارف تشتغل عارف توصل لجون خلي بالك انا اللي عجبني ان انت عارف توصل لجون طالما انت عارف توصل لجون وبقى فيه سنايات وفيه خلق فرص وخلق مساحات يبقى انت كده عندك القدرة انا اقلق لو ما عنديش القدرة لما بعرفش اوصل للمرمى فبقى اكدلك ان فيه سنايات فيه ناس حافظة بعض فيه جبهات كمان طيب محمد صلاح في الماتش اللي فات كان عينز يجيب جون في الاواخر وكان حاس انه عليه ضغط انه لازم يجيب جون محمد صلاح ده اول ماتش لعبه بعد الاجازة كان الماتش اللي فات افتكرة هيبقى فيه تطور في الماتش برافو عليك عشان كيه بقولك الكيرف هيعلى انت لما لعبت المباراة اللي فاتت كان لسه كل اللعيبة مش مائة واحدة دلوقتي اللعيبة بتادي تبقى منساجمة اكتر اتخدت 3 نقاط طميلاتهم الاجواء خلاص دخلوا فيها من جوه اجواء الجمهرية العبء اللي موجوده على الصلاح ان انت اكيد مطالباته على طول ان هو دايما الرجل الايكون بتاعت الفريق فمحتاج ان هو دايما يبقى on spot يعني خصبا عنه فطبعا بعد ما جي الهدف بتادي يفكر في بعض الاوقات المباراة ان هو بسبب الضغوط بتادي يفكر شوية بشكل اللي انا عايزة بموجود انا اتمنى ما يتمرسها لي الضغوط ده لان صلاح لما بيشتغل بطلقائية وبيشتغل من خلال الشغل الجماعي بيعرف يجيب جون لكن لما بيشتغل بشكل فردي هيتحط عليه ضغوط كبيرة وهتلاقي ممكن يفقد الكرة بشكل اكتر فده يفقد اعصاب وهتلاقي الامور تعقدت فانا اتمنى ان مستر جير دي يقدر يشتغل معي بشكل نفسي وبشكل كويس بحيث ان هو يقدر يعمل بمعاه توازن فكرة ان هو يشتغل مع الفريق ويخليه يأجل شوية فكرة ان انا ممكن ابقى مستعجل ان انا جيب جون وهو جون هيجي لوحده صباح من اللعيبة اللي اتخلق لها مساحات هيعمل المشكلة الفريق منافسة السؤال ده مش لانك محلل السؤال ده يعني تخيل انك ما زلت لعب كرة لعيب كرة شاب صغير عمل مشكلة خاصة وادعت واحدة بكلم عن عمر وردة واحدة من الفتيات ادعت ان هو يتبادل معها الرسائل او هي بتقول انه نوع هي تصف كده انه نوع من انواع التحرش مش وجئنا ببيان من اتحاد كرة القدم المصر يستبعد هذا اللاعب من المعسكر وفي نفس الوقت لايه جوز الادال يعني خلاص مش هينفع واحد تاني يجي مكانه وبالتالي مصر خسرت واحد كلاعب كرة شايف المصر يدال ازاي؟ كبني ادم اساسا يمكن انا من الناس اللي بيحبش الخوط في الامور الشخصية تماما فانا كنت اتمنى لامور الشخصية تفضل شخصية طبعا انت اصدرت قرارات كمسئول اتحطت في الموقع مسئولية غزبا عنك انت لازم كنت تتحرد الدقة بشكل كبير جدا يعني تتأكد من المعلومات وانا وجدت نظري كمان ان كان ممكن ما تحطش على سبوت بشكل كبير لان الامور دي كلها بتاعت ناس شباب صورة السن تعاس اكسؤال لو في لعب كرة عليه حكم شيك من غير رصيد ودي جنحة مخلة بالشرف حكم رسمي هون حلل الاتحاد هي بنوع من اللعب وكمان دي اتثبتت في جنحة اه اتثبتت في محكمة اه اه لا انا انا بقولك انا وجدت نظري ان فيه نوع بس القرار انا وجدت نظري فيه امتصاص رائع عنه اذا ما ثبت ارتكاب اي لاعب لأي حاجة او اي انسان يعني لأي حاجة غير اخلاقية فيش حد يقف مع هذا الكلام تماما ولابد من ادانته والرضع تماما لك همتكلم في العدل او بنتكلم في انه احنا خسرنا لاعب دلوقتي وفيه عندي مستقبل الولد طبعا بكرة مش عالفين هيعمل ايه هيروح فين اختير من ضمن 22 لعب في المنتخب ودي حاجة كويسة جدا محترف برا فيعني الامور دي بتشوفها ازاي بص احنا في الاخر ما بندفعش عن الخطأ زي ما انت بتتكلم لكن يمكن تحرد دقة مهم جدا ان انت تكون متأكد سانيا الامور الشخصية يعني عايز اقول مثل احنا عارفينه اللي هو البيتوم الازاز ما يحدفش الناس بتبدأ مثل معروف انا بتكلم ليه المثل ده عشان كله اللي هوا اخطأ لكن بشكل عام انا عايز اقول ان كان من الافضل ان استعاب الامور بس البيتوم الازاز ده ينطبق على متخذ القرار وعلى من يطبق عليه القرار على اي من ادم على اي من ادم انا بتكلم ان فكلا انا بتكلم كمان الفيسبوك نفسه انت بتكلم على السوشيال ميديا بشكل عام انا رأيي ان اللي ضخم الامور يا دكتور ان انت بتكلم ان انت بقى فيه حالة من حالة الجدر كبيرة جدا ووسعت وخلت المسؤول بقى مطالب ان حط في موقع مسؤول ان هو مطالب ياخد قراره عشان امتصاص حالة الرأي العام كنت مع القرار ولا كنت ترى لأ انا وجهة نظر الشخصية لأ كان ممكن ان ما يكونش مع القرار ده كان ممكن يتم استعابه بشكل او اخر خاصة ان بعد تلت ساعة نص ساعة السوشيال ميديا هتغير الكلام تماما هتدخل في حاجة تاني وانتو في المعسكر لما بتحصل حاجة ازاي كده بتبقى الاجواء ازاي يعني متعودوا مع بعض تبقى الحدوطة ازاي لما حاجة بتحصل برا المعسكر لأ دي حقيقة بقى ده بقى لنقل امنه ده بقى السؤال فعلا يمكن السؤال خطير لان انت الحالة دي بتغزبا عنك بتدخل التيم كله في حالة جدل بتخليك تقول انت مدين انت عندك حق انت ضد انت معه بتدخلك في تعاطف مش تعاطف اه الناس مالها فبتبدأ تدخل في حالة من حالة الجدل احنا كنا في غنى عنها لان التركيز المفروض نوعا يعني متوجه في حاجة واحدة قالوا هي ان انت عندك تلات نقاط مهمة جدا عندك ميشن او مهمة محددة هي اسعاد الشعب المصري فما كانش يواجب ان احنا في التوقيت كمان نتخذ الكرار خالي باك مهمة قوي فانت انت في وقت تحرك في وقت ان انت دخل عن وراء مهمة ست نقاط لو عرفت ان شاء الله تلات نقاط دخلك في المنطقة تانية فانا وجد نظرك ان كان ممكن نتعامل بشكل افضل لكن انا شايف ان الكرار فيه بعد ليه علاقة بامتصاص غضب للرأي العام كسوشيال ميديا لكن مفيش شك مفيش شك ان بيحصل حالة من حالات الجدل مش عايز تسميها انقسام لا بس بتحصل حالة من اللي هو ايه مع ضد طب انا غنى عن ده انا عايز لعبتي ما تبقاش مشتتة التشتيت ما كانش لصالح اي حد في فريق ورد القدم وكانت ممكن كمان تبقى حجة اوزرية ان يبقى في حجة لقدر لان لو حصل اي حاجة بس انا ان شاء الله اتمنى ان يقدروا تجاوزوا الامور دي كلها ويبدأوا يغلبوا المصلحة العامة تمام انت النهاردة على تلات نقاط مهمة جدا طيب ماتش الكونغو وبعديه اوغندا احنا هيبقى ترتبنا ازاي وازاي لو كسبنا النهاردة القراص كده ساعدنا للدور ست نقاط انت متأكد ان اغتصعد على الاقل لمركز تاني ده تحسمت زي ما فريق نيجيريا عارف ست نقاط فحسم ان هو يبقى في المركز الاول او فريق فريق كويس جدا انت عندك فرق جامدة جدا جدا وطبعا لعيبة في مستوى مختلف حتى في فرق انا مكنش متوقحها يمكن فريق اوغندا نفسه فاجئنا فريق اوغندا من المراته الى يابقى في 4 نقاط هنالنبراك جاية فانت دخلت نفسك في المجموعة دي هبقى فيها شوية تحاجات مركبة كده وتعائدات شوية بالتعادل اللي حصل النهاردة بتاع اوغندا وزنبابوي فغصبا عنهم كله عنده امل فطالما كله عنده امل دي بتخليك انت بتوصل لحد اخر صفارة حكم في الجولة التالتة اللي هو المباراة جاية وكله مش عارف ايه المصير فبيخلي كله وعفيك الجولة التالت بتلعب في توقيت واحد هتلاقي المباراتين هتلاعوا في توقيت واحد عشان ما يبقاش حد عارف يعني يعتمد على نتيجة الاخر توقعتك لماتش النهاردة توقع ان شاء الله لو بداية كويسة واستغلناها كويس مع الضغط الجمهيري اللي موجود ناخده في طريقة ايجابية اتمنى ان شاء الله انا توقعتي النهاردة ان شاء الله من تخلص رفوزي انا هطلع جاري انا وكابت محمد ابو العلا عشان نشوف الماتش كلنا وراء بلدنا كلنا بنشجع بلدنا ان شاء الله بالتوفيق باذن الله ونهني الشعب المصري ان شاء الله بعد المصر بالتلات نقاط وبالصعود الى دور الستاشة بشكركم شكرا جزيلا بشكر كابتن محمد وان شاء الله نشوفكم على خير اسبوع جاي في الحال اليوم خليكم معاني